بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال الطراب الطيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة الدراسات الإسلامية والتي نقوم بتقديمها لأبنائنا من ذوي الطراب الطيف التوحد نبدأ على بركة الله بإذن الله تعالى سيكون عنوان حديثنا في هذه الجلسة معرفة شروط الصلاة الجلسة الثانية كان الحديث في البداية عن معرفة شروط الصلاة تكلمنا في أول جلسة عن المخطط الذي من خلاله سنقدم هذا الدرس من خلال بيان ما هي المعارف التي سيتلقاها الطالب ثم الأهداف والسلوكيات كذلك المهارات العقلية العملية التي سيتدرب عليها بإذن الله تعالى في هذه الجلسة نشير إلى الأهداف السلوكية مهم جدا عند حديثنا في هذه المهارات جميع المهارات التي تقدم دراسة الإسلامية وغيرها كذلك أن أقوم بتجهيز هذا المحتوى قبل أن أبدأ بتقديمه للطالب بمعنى أفضل من أن أرتج المعلومات أو أحاول مثلا هذه المهارة موجودة في نظام نور موجهها لأبنائنا من ذوي الطراطي في التوحد بدأ ارتجاء المعلومات البحث من خلال الإنترنت عن هذه المهارة كيف أقدمها أو كتب المكتبات أبحث في كتب التعليم العام في الصفة الرابعة الابتدائي مادة دراسات الإسلامية سأجد هذه المهارة ثم من خلالها سأشاهد العديد من الصور والعديد من الأنشطة والأسئلة والتعرفات التي تبسط هذه العملية وتقربها بشكل جميل جدا وطرق لتدريسها لأبنائنا فمهم العودة إليها تحميل نسخة الإلكترونية على موقع عين الإلكتروني سأجد هذه النسخة أقوم بطباعتها ثم أقوم بإعطاهها الطالب حتى أحيانا مع أبنائنا من ذوي الطراطي في التوحد قد أحتاج إلى تكرار بعض الأنشطة والتمرين أكثر من مرة أستطيع طباعتها أكثر من مرة هذا هو الخيار الأفضل عندما أريد إعداد محتوى لأي من المهارات سواء في دراسات الإسلامية وكذلك المهارات الأخرى سواء العلوم والرياضيات المضافة لأبنائنا من ذوي الطراطي في التوحد العودة إلى هذا المحتوى وذا كان لدي هذا المحتوى سيبسط لي بشكل كبير أن أضعه ضمن الخطة التدريسية التي أقوم بتقديمها للطالب بالتأكيد نحن نستعرض دائما نشير هذه المهارة خلال جلسة واحدة أو جلستين ثلاثة ولكن مع أبنائنا من ذوي الطراطي في التوحد قد تستغرق هذه المهارات التي نستعرضها في جلسة إلى شهر أو إلى حتى فصل دراسي فيجب تحليل هذه المهارة حتى تتناسب مع قدرات وإمكانيات الحالة التي نعمل معها الوالدين في البيت مهم جدا عملية كذلك تكرار هذه الأهداف التي يتدرب عليها الطالب داخل الصف أو تطبيقها عمليا مثلا لدينا في الصلاة مهم أن يقوم بتطبيقها عمليا الصلوات أداها بالتأكيد سيكون في البيت يعني أوقات الصلوات ستكون يدخل وقت الصلاة وهو في البيت فالتطبيق العملي بشكل أكبر لها عندما يكون في البيت فمهم جدا تطبيق مثل هذه الأهداف سواء في الصلاة أو غيرها من قبل الوالدين حتى يستوعب ويفهم الطالب هذه المهارات التي يتدرب عليها إذن نتحدث عن الأهداف السلوكية التي في شروط الصلاة يتوقع من الطالب بعد دراسته لهذه الوحدة أن يعدد شروط الصلاة يحدد أوقات الصلوات الخمس يذكر محل النية وحكم التلفظ بها يحدد عورة المرأة وعورة الرجل وكذلك يبين حكم من أخلى بشرط من شروط الصلاة بعد ذلك لدينا العديد من الأنشطة التي من خلالها أستطيع تقديم الدرس يعني في البداية كان لدي الأهداف السلوكية هذه الأهداف السلوكية التي ذكرناها وبيناها أن يستطيع أن يحدد عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة النية كذلك ومحله أنه في القلب وحالي يجب التلفظ بها أو لا هذه هي الأهداف السلوكية ثم معرفة هذه الشروط معرفة هذه الشروط يكون من خلال ربط بعض النصوص مع هذه الشروط أدلة يربط أدلة وكذلك ربطها من خلال بعض الصور على سبيل المثال يعرف الشروط من خلال هذا الحديث نقرأ هذا الحديث الذي من خلاله أستطيع الشرح وإيصال الفكرة كذلك للطالب قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يعقل استخرج من الحديث من لا تجب عليهم الصلاة إذن الصغير والمجنون من خلال الحديث الصغير والمجنون من خلال الحديث يتبين لي أنه لا يجب عليهم الصلاة مع ابنائنا من ذوي طلب طيف التوحد وغيرهم من الفئات التي نقوم بتدريبها في برامجنا مهم جدا أن نقوم بتدريبي وأشرنا إليها في جلسة سابقة الواجب عليه كأم كأب كولي أمر مثل الصلاة والأمور الشرعية المطلوب من أدائها مهم جدا أن أدربه عليها وأوجهه لها وأعزز وأكافر مثل ما أفعل في أي مهارة أرغب بإيصالها للطالب مثل ما يتعود على الأكل مثل ما يتعود على الشرب مثل ما يتعود على الحساب مثل ما يتعود على القراءة كلها أهتم وأبدو الوسعي وأبدو الجهدي مثلها في الدراسات الإسلامية يعني هل تجب عليها السؤال الذي يكون في البال دائما هل تجب عليها الصلاة أو لا تجب إذا كان لديه طلاطف توحد هل تجب عليها الصلاة أو لا الواجب عليك أم كأب أوجهه وأبين لها أنه واجب عليها الصلاة وأنه يجب عليك أن تصلي ثم القدرات تختلف مع ابنائنا من ذوي طلاطف توحد ربما كثير منهم سيكون ضمن النطاق أنه يعني يستطيع أن يفهم ويستوعب وتصل لهذه الفكرة فأنه يقوم بأداءها البعض ربما لا تكون واجبة عليه ولكن الواجب إذن المطلوب مني كمعلم ولي أمر تدريبه وبيان هذا يعني لا أعطيه مرة واحدة مثلا هذه المهارة ثم يعني كل ما يعرف ولا تجب عليها الصلاة لا يجب مثل ما أتعب على مهارات قراءة وكتابة ورياضيات وأكل وشرب أنه يستطيع الاعتماد على نفسه في ملابسه كذلك مثل ما أتعب في تلك المهارات أتعب في هذه المهارات إذا استطاع أن يصلي ويعديها الصلاة فهذا هو الهدف الذي نسعى إليه ونريد الوصول به مع هذا الطالب فالأهم علينا العمل وتوجيه الطالب ثم بعد ذلك هو يصلي أو لا أو يستوعب أو لا يكون بعد ذلك إذن يستأخرج بعد ذلك من هذا النشاط يبين أنه الصغير وكذلك المجنون لا تجب عليهم الصلاة كذلك نلاحظ لدينا بعض الشروط يكون من خلال قراءة نص وأبين من خلاله بعض المهارات هنا على سبيل المثال المدخل يمكن استفادة من المواقف المذكورة في كتاب الطالب في الدرسين الأول والثاني حتى يعرف هذه الشروط لأن لدينا الكثير من الأشياء في الصلاة يعني هو يحتاج أن يعرف الشروط ويعرف الأركان وهناك واجبات من خلال المواقف من خلال القصة سيستطيع استيعاب هذا المعنى هذا بعض الأمثلة التي من خلالها نقوم بإيصال هذا المعنى وهذا المفهوم من خلال قبل قليل كان عبر حديث يقوم بكتابة الشروط التي فيه هنا لدينا من خلال مثلا الشرط السادس وهو ستر العورة من خلال قصة أو موقف بسيط أراد سليمان أن يصلي وكان يرتدي ملابس فوق الركبة فقال له أبوه لقد أخطأت بلبس هذا اللباس إلى آخر هذا الموقف الذي يقرأ الطالب ثم بعد ذلك يبين له من خلال هذا الموقف أن عورة الرجل من السر إلى الركبة عورة المرأة كلها عورة مع داوجها وكفيها في الصلاة إذن من خلال المواقف استطعنا إيصال هذا المعنى وإيصال هذا المفهوم له بأشكال بسيطة يعني نستطيع من خلال الموقف من خلال قراءة حديثة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك من خلال التطبيق العملي هو يستطيع الفهم وإدراك هذا المعنى الأهم دائما الشروط تأتي بعد الأركان عندما أدربه على الأركان بعد ذلك أبين له الشروط يعني هو تدرب على الأركان التي هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة هذه هي الأركان كذلك الواجبات ثم الشروط أبين لها أنها هي تجب بعد هذه يجب علينا معرفة أنه يجب علينا دائما التسلسل في التدريب يعني لا أبدأ مثلا مباشرة بأنه يجب عليك من الشروط تترعى أورا يجب في البداية أن يتدرب على الصلاة وكيفية أدائها والوضوء ثم بعد ذلك نصل إلى هذه المهارات المواد التعليمية والوسائل بالإمكان استخدام لوحة تعليمية يكتب فيها شروط الصلاة ثانيا تصميم وحدة تعليمية للموضوع عن طريق برنامج البوربوينت والفلاش كذلك بالإمكان كذلك من المهم جدا دائما عليه كما نتحدث إيجاد المحتوى الذي من خلاله سأقدم عمل بعض الأنشطة كذلك يكون من خلال أن الطالب يكون بجانبه خصوصا في مادة الدراسات الإسلامية هي ستكون عبر التطبيق العملي في كثير من الأحيان وكذلك التأكد من إسقان الطالب لهذه المهارة من خلال عديد من الأنشطة أصحح الخطأ مثلا في المواقف الآتية صلى سعد عكس القبلة التصحيح أنه يصلي باتجاه القبلة دائما مهم عندما أريد تدريبه على هذه المهارات أن تكون جميع أدواتي متواجدة معي حتى أستطيع تقديم هذه المهارة بالشكل الصحيح والشكل المطلوب ولا يذهب عليه وقت خصوصا إذا كنت في الفصل لدي أكثر من طالب وكل طالب مهارة فمهن دائما المحتوى يكون معد مسبقا وجاهز مسبقا حتى أستطيع تقديمه بالطريقة الصحيحة والوالدين كذلك يكون عليهم التطبيق من خلال حل مثل هذه الأنشطة تكرارها والتطبيق العملي كذلك في البيت كل هذه ستساعد في إتقانه وتدربه على هذه المهارات إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة سعد بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته